فضاء الأسرة بمدينة سلوان الفضاء الجديد متعدد الخدمات رأى النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واليوم يفتح أبوابه في وجه أكثر من 200 مستفيدة الروبورتاج لفؤاد العزوزي ومحمد حجوب هو فضاء جديد يعزز بنية العمل الجمعوي في مدينة سلوان نواحي مدينة الناظور فضاء الأسرة يفتح أبوابه في وجه أزيد من 200 مستفيدة من نساء المنطقة بينهم خديجة التي اختارت ورشة الطبخ من بين عدد كبير من التخصصات المقدمة خدمات كثيرة يقدمها فضاء الأسرة الذي تشرف عليه الجمعية الجهوية للاتحاد الوطني للنساء المغرب بالناظور مشروع أنجز بغلاف مالي يناهز مليونين ونصف مليون درهم لم يكتب للفاعل الجمعوي الراحل فضن الدعنون أن تشهد افتتاح الفضاء الذي ساهم في إنجازه شركاء عدة وبخاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالنسبة للشركاء ديالو كين البلدية سلوان كين وكالة الوطنية لتنمية الأقالم الجهة الشرقية التي تكلفت بجهيز بالنسبة للبناء كانت منحة تعتاط من صاحب الجلالة الملك محمد الساديس لحاجة فضن الدعنون نهار افتتاح مركز دار الأم في الناظور خلتها مجموعة وعطتها في سبيل بناء هذا المركز وكين طبعا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هذه الجهة كانت محتاجة لهذا المركز يعني تبارك الله كان عدة تخصوصات منها الطابق منها سيراميك منها الخياطة منها الطرزة الرباطي وكين الإعلاميات وكين محمد أمية وكين روض الأطفال وللطفل نصيبه أيضا من فضاء الأسرة بسلوان داخل البناية تم تخصيص حجرتين دراسيتين للتعليم الأولية